أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبيكم بما كنتم تعملون سيحلفون بالله لكم إذا قلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فاعرضوا عنهم إنهم يجسوا ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين الأعراب أشدوا كفرا ونفاقا وجذر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربس بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله السميع عليم ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم والسامقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم إحسان رضي الله عنهم وردوا عنه وأعد لهم جنات دجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم وممن حولكم من الأعراب منافقون من أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا أسى الله أن يطوب عليهم إن الله غفور رحيم خذ من أمورهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم الله ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم وقل يعملوا فسير الله عملكم ورسوله سؤال المؤمنون وستردون إلى عالم غيب الشهادة فينبيكم ما كنتم تعملون وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما توب عليهم الله عليم حكيم والذين اتخذوا مسجدا دراءا وقفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرسادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أرضنا إلا الحسن والله ويشهد إنهم لا كاذبون لا تكن فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم حقا تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهر والله يحب المطهرين أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ويدال قير أمن أسس بنيانه على شفاجر نهار فانهار به في نار جهنم الله لا يهدي القوم الظالمين لا يزال بنيانهم الذين بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم الله عليهم الحكيم إن الله اشترى من المؤمنين أنه وسهم وأموا لهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في الثورات والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيكم الذي بعيعتم به وذلك هو الفوز العظيم التائبون العابدون الحامدون السايحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا لي قربا من بعض ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موذة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبغأ منه إن إبراهيم لأواه حليم وما كان الله ليدلكوا من بعد إذا هداهم بعد إذا هداهم حتى يبين لهم ما يتقن إن الله بكل شيء عليم إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويومية وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير لقد تاب الله على النبي والمهاترين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة عسرة من بعد ما كاد يزيق قلوب وذيق منهم ثم تعب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم وعلى الثلاثة الذين قل لهم حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصباح الذكين ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا أن يبصوا عن نفسه ذلك بأنهم لا يسيبوهم زمغوا ولا نصبوا ولا مقبصوا من سبيل الله ولا يطون موطيا يغيظوا الكفار ولا ينالون من عضو ليلا إلا كتب لهم بعمل صالح إن الله لا يذيع أجل محسنين ولا ينبقون نفاقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتمقوا بالدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من القفار وليجدوا فيكم يلظه واعلموا أن الله مع المتقين وإذا ما أنزل السورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرضوا فزادتهم إجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون أولا يرون أنهم يفترون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون وإذا ما أنزل سورة النظر بعدهم إلى بعد هل يراكم من أحد ثم صرفوا صرف الله قلوبكم بأنهم قوم لا يفقهون لقد جاءكم وسؤل من أنفسكم عزيز عليهم ما عانيتم حريس عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكنت وهو رب العرش العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامر الكايات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قادما سيدقا عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض فيه ستة أيام ثم استوى العشيدة بالأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوا عنه فلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده لأجزي الذين آمنوا عمل الصالحة يتمين القيس والذين كفروا لهم شراب من حبيبه عذاب عليم بما كانوا يكفرون هو الذي جعل الشمس دئاء والقمر نورا وقدره منازلا للتعلم عدد السنين والحساب ما قلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون إن في اختلاف الليل والنهار وما قلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون إن الذين لا يرجون يقانا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم أن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون إن الذين آمنوا عمل الصالحة يهديهم ربهم بإمارهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحية فيها سلام آخر دعواهما الحمد لله رب العالمين ولو يعجل الله للناس الشرس في عجالهم من خير قوديا إليهم آجلهم فنذروا الذين لا يرجون نقاءنا في طغيانهم يعمهون وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قائدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مركا لم يدعونا إلى ضر مسا كذلك زين للمسلمين ما كانوا يعملون ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما أظلبوا وجاءكم مسلم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعضهم لننظر كيف تعملون وإذا تطلع عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون نقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدل قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يرحى إليه إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به أقد لبست فيكم عمر من قبل فلا تعقلون همن أظلم ممن افتروا على الله كذب أو كذب بياته إنه لا يفلح المجرمون ويعبدون من دون الله ما لا يدرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعا أولا إن الله كن أتنبهون اللهم وعلى يعلمه السموات والأفل الرد والسبحانه وتعالى عما يشيكون وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختله الأولى كلمة سبقت من ربك لقد بين فيما فيه يختلفون ويقولون لأولا أوزل عليه آية من ربي وقل إنما الغيب الله فانتزروا إني معكم من المنتظرين وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضرر أمستهم إذا لهم كن في آيتنا قل الله أسرع مكر إن نسلنا يكتبون ما يتمكرون إنه الذي يسيركم في البر والمحر حتى إذا كنتوا في البلك وجرأين بهم برحي طيبة وفارحوا بها جاءت خريحوا في أعسيون وجاهوا الموج من كل مكان وظنوا أن محيط بهم دعوا الله مخلص أو الدين لئن أعجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاكم إذا هم يبغون في الأرض بغير حق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجيكم فننبيكم مما كنتم تعملون إنما مسأل الحياة الدنيا كما إن عنزلناه من السماء فاختلطوا به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينتنا وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلة أو نهارا فجعلناها حسينا كأن لم تغنب العمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتبكرون والله يدعو إلى دار السلام وهدي من يشاء إلى سراط مستقيم للذين أحسنوا الحسن وزيدا ولا يرهق وجوههم قتر ولذل أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئة الجزاء سيئة من مثلها فترهقهم ذل ما لهم من الله من عصيم كأنما أوشيت وجوههم قطعا من الليل مزلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم وأنتم وشركاكم فزيلنا بينهم وقالا شركاهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين هناك تبرو كل نس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون كل من يرزقكم من السماي والأرض أمن يملك السماع والأبصر أمن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي وأمن يدبل الأمر فسيقولون الله فقلنا فلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق وماذا بعد حق إلا الضلال فأنا تصرقون فذلك حقت كلمة ربك على الذين فاسقوا أنهم لا يؤمنون قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنا تؤبقون قل هل من شركائكم من يهدي لحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي للحق يحق أن يتبع من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون وما يتبع أكثرهم إلا ظن إن الظن لا يغيم الحق شيعة إن الله عليم بما يفعلون وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين ديه وتفصيل الكتاب لا رئيب فيه من رب العالم أم يكونون افتراكم فأتوا بالصورة من مسلي عدو ومن استطعتوا من دون الله كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيط من المعي ولما يأتم تأويله كذلك قد كذب الذين من قابلهم فانظر كيف كان عقبة الظالمين ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك عدم بالمفسدين وإن يكذ وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريءون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون ومنهم من يستمعون إليك فأنت تسمع الصمى ولو كانوا لا يعقلون ومنهم من ينظر إليك فأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبسرون إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ويوم يحشرهم كأن لم يلبسوا إلا ساعة من النهر يتعرفون بينهم قد يخسر الذين كذبوا بلقاء إلا يما كانوا مهتدين وإما نرينك بعض الذين عيدوهم ونطفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم القسط وهم لا يظلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي ضر ولا نفر إلا ما شاء الله لكل أمة عجل إذا جاء أجلهم فلا يستاخلون الساعة ولا يستقدمون قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بيات أو نهر ماذا يستاجل منه المجرمون أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستاجلون ثم قيل للذين ظلم ذوق عذاب القلد هل تجزون إلا ما بما كنتم تكسبون ويستنبعون كحق هو قل إي وربي إنه لحق ما أتم بمجزين ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لا أفتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم القسط وهم لا يظلمون ألا إن لله ما بالسماوات والأرض ألا إن عوض الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون هو يحي ويميت وإليه ترجون يا أيها الناس قد جاءتكم بعوئة من ربيكم وشفاء لما في السدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته وفي ذلك فليفرحوه خير مما يجمعون قل أرأيتم ما أنزر الله لكم برزق واجعلتم منه حراما وحلالا قل آه الله أذنى لكم أم على الله تفترون وما ظنوا الذين يفترون على الله الكاذبون يوم القيامة إن الله لذوبط على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وما تكون في شأن وما تطلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كن عليكم شهودا إذ أبيضون فيه وما يعزب عن ربك من منسقال ذرة في الأرض ذرة في الأرض ولا ينفي السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتعقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لخل كلمات الله لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله يشركا إن يتبعون إلا الظن وإن أم إلا آي خرسون هو الذي جعل لكم الليلة لتسكنوا فيه والنار مبصرة إن في ذلك لآية لقوم يصفر قل قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه والغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا هتقولون على الله ما لا تعلمون قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفرحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجع ثم نذيقهم العذاب الشديد بمآ كانوا يكفرون واطلوا عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقام وتذكيري بآية الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاكم وشركاكم ثم لا يكم أمركم عليكم غمة ثم قدوا إلي ولا تنزرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين فكذبوه فنجيناه ومن معه في البلك وجعلناهم خلائف وأقرقنا الذين كذبوا بياتنا فانظروا كيف كان عاقبة المنذرين ثم بعثنا من بعده رسولا إلى قومهم فجاءوا من البينات فما كانوا ليؤمنوا مما كذبوا به من قبل كذلك نطمع على قلوب المعتدين ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئهم بآياتنا ما استكبر وكانوا قوما مجرمين فلما جاءهم الحق من عيدنا قالوا إن هذا لسحر مبين قال موسى تقولون لحق لما جاكم سحر هذا وليفح الساحر قالوا وجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آبانا وتكون لكم الكبيرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين وقال فرعون أطني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به سعر إن الله سيبتن إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماتي ولو كري المجرم فما آمن لموسى إلا ذرية من قوم ألا قوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لا علم في الأرض وإنه لا من المسلمين وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتوا بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين وقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا في التذل الذي إن للقوم الظالمين فنجنا برحمتك من القوم الكافر ووحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمسر بيوتا وجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا صلاة وبشر المؤمنين وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون ولأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليدلوا وانسبلك ربنا استمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يرأوا العذاب الأليم قال قد أجيبت دعوتكم مستقيم ولا تتبعاني سبيل الذين لا يعلمون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم برون وجنوده بغيا وأدوى حتى إذا أضركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المسلمين فاليوم ننجيك ببادنك لتكون لمن خلفك آية وإنك سير من الناس عن آياتنا لا غافلون ولقد بوأنا بني إسرائيل وهو صديق ورزقناكم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءه العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة بما كانوا فيه اختلفون فإن كنت في شك مما أنسلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قابلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الامطلين ولا تكونن من الذين كذويات فتكون من الخاسرين إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتم كل آية حتى يرؤوا العذاب العليم فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم ينس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين ولو شاء ربك لا آمن معهم في الأرض كلهم جميع فأنت تؤمنوا الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفسنا تؤمن إلا بإذن الله ويجعل رجس على الذين لا يعقلون قل انذروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآية والنظر عن قوم لا يؤمنون فهل ينتذرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبل قل فانتذروا إني معكم من المتذرين ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقنا لن نجي المؤمنين قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من دينه فلا أعبدوا الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبدوا الله الذي يتوفاكم أمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفة ولا تكونن من المشركين ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يدرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بدره فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا أرد لفضله يصيب به من يشاء من إباده وهو الغفور الرحيم قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدين نصي ومن ضل فإنما يدل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لد حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى جن مسمى ويؤتقوا الذي فضل فضله وإن تولوا فإني يخاف عليكم عذاب يوم كبير وإن تولوا فإني يخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يصنون صدورهم ليستخووا منه ألا حين يستغشعون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور صدق الله العظيم